عليكم السلام احباتي انا وسهلا بكم في برنامجكم اسأله احمد صبح منصور وسؤال هذا اليوم اعتبره مهما جدا لان هو الاخ الفاضلي يسأل بقول كلمة يعني تفقهون تكررت في القرآن الكريم لعلهم يفقهون تفقهون هل لها علاقة بعلم الفقه الموجود نذكر ان دي القرآن الكريم مصطلحاته والجماعة السنية لهم مصطلحاتهم والشاعر لهم مصطلحاتهم الجماعة السنية لما كتبوا يعني الاخ مالك والاخ الشافعي وابن حنبل وغيره وغيره لما كتبوا يعني في التشريعات بتاعتهم تسموها فقه دا مالوش دعوة بكلمة يتفقهون او يفقهون او تفقهون التي جاءت في القرآن الكريم فنسبنا مالهاجز بتاع الجماعة السنية وندخل بقى على معنى الفقه في مصطلحات القرآن فمعنى ايه التفقه يا ورمش جاءت كلمة فقه جاءت كلمة التفقه برضو لم تاتي في القرآن الكلمة العقل لكن جاءت يعقلون يعقلون يعني استعمال العقل ويفقه يعني يعني التفقه استعمال التفقه يعني التفقه حنشوف يعني في الآية مية اتنين وعشرين من سلطة وبروان صبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون شوف اليدية نازلت في سياق الحرب وفي الاستعداد الحربي فربونا يقولهم يعني ما يصحش ان انتو تطلعوا كلمة نفرة ده يعني خرج للقتال وليه كلمة يعني دائما كانوا يعبر عن الحرب بالنسبة للمؤمنين في المدينة بالخروج يعني لا يجب عليكم اذا كان لكم فروا في سبيل لا اثقلتم من الارض ولو خرجوا فيكم ما زادوكم من خبار ليه لان المدينة كانت موقع ثابت وتحيطها الصحراء فالذي يريد الاعتلاق عليها لابد ان هو ييجي ويقطع لها الصحراء اشخاطر يحارب زي ما حصل في معركة او غزوة الاحزاب فبالتالي لابد ان هما لما يعرفوا ان فيه عدو جاي لابد ان هما يطلعوا من المدينة يخرجوا من المدينة او ينفروا من المدينة اشخاطر يقبلوه قبل ويقش عليهم بيوته فالاية 122 يعني نقول سبحانه تعالى اقول وما كان المؤمنون لينفروا كفا يعني لا يا صح ان المؤمنون كلهم يطلعوا ويحربوا العدو لا الاول تطلع منه طائفة تتفقه في الدين الدين هنا بمعنى الطريق ممكن تجايز احنا تعرضنا لهذا قبل كده في ندوة الجمهة فالدين اللي هو الدين المادي اللي هو الطريق فربون اسمه وتعالى يعني تطلع طائفة تتفقه يعني تتعرف على الطريق وتشوف ايه بالظبط يعني فرقة استطلاعية وبين يرجعوا ويقول لهم والله احنا الجماعة نشوفناهم كذا نتعرف كذا الى اخر فهنا معنى التفقه يعني التعرف نرى الاية تانية اوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولينذروا قامهم اذا رجعوا عليهم لعلهم يحضرون طبعا الجماعة المفصلتها قالك بس دية اية في العلم دخلوا على القرآن الكريب مصطلحاته وقال لك الفقه بمعنى العلم وقال لك بقى ان وكل اش اقول لك يعني طائفة ليتفقوا في الدين يعني يطلعوا وياخدوا العلم ياخدوا العلم من نين يعني كان في عهد النبي والنبي هو الذي يعلمه الكتاب والحكم هنسوه النبي وروحه فين عشان خطر يتفقوا في الدين طبعا ده كلام فارغ هذا انه هجء صن فاهم شيء ان احنا عندنا يتفقى بمعنى يتعرف ويعرف تعلم اه في صورة الكهف حتى زالبالغ بين السدين واجد من دونهما قو من دونهما قوما لا يكدون يفقهون يعني يعرفون لا يفقهون قولا وفي صورة هود الواحد السعين قالوا يا شعيب اللي هم اهل مدين قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني مش كمين انت بتقوليه في نفق المعنى يعني المعرفة يعني وفي صورة الاسراء يقول سبحان ثلاث تصبح له السماء تصبح الأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يصبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا يعني لا نفقه يعني لا نعرف فالفقه بمعنى المعرفة ومعنى التعرف ومعنى العلم ده اللي فيه مصطلحات القرآن كان هنا ليجي بقى الاحكاة لعلاهم يفقهون او تفقهون الى آخر الايات اللي هي محاولات التفقيه في الدين او تعليم الدين او استعمال العقل ربون سبحانه تعالى في سورة العام بالآية 65 قل هو القادر على انه بعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجولكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون شوف خلي بالك الآية دي من ضمن الاعجاز التاريخي لانه ربون سوف تعالى نبأ مقدما وكذبه قومك هو الحق قل لست عليكم بوكير لكل نبأ مستقرن وسوف تعلمه الذي حرس بقى من الفتنة الكبرى وكذا وكذا بالضبط هو الذي ما اشارت اليه هذه الآية 65 يقول له القادر انه بعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجولكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ده اللي ماشي لغاية دلوقت يا اخوان وبعد ربون يقول انظر يعني افهم كيف نصرف الآيات نوضح لهم الآيات لعلهم يفقهوا وما فقهوا في نفس الصورة 98 يقول سبحانه تعالى هو الذي انشاؤكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون شبا التفصيل هنا الناس اللي بتفقه لانس اللي بتعرف شوف احنا ربون صفة الله تعالى خلقانا من نفس الواحد النفس الواحدة اللي هي نفس آدم وخلق منها زوجه ويبث منهما رجالا كثيرا ونساء كما جاء في اول صورة النساء لكن كل نفس نفس الواحدة اتعامل منها كل الانفس مرة واحدة وبعدين كل نفس فيها مستقر لما مضى من اجدادها ومستودع للأحفاد فانا نفس بتاعتي كاحمد صبح منصور فيه بقى مستقر من يعني من اجداد لغاية ادم وفيها مستودع لأحفاد يعني لغاية اخر ده معناه مستقر ومستودع وده بقى اللي يفهمها الناس الذين يفقهون لما ربون صبتة صفحة تعالى امر موسى انه يذب إلى فرعون وطبعا كانت مهمة ثقيلة وموسى كان خاف قال رب يشرح لصدري ويستر لأملي واحد العقدة من لساني يفقه قولي عشان يفهموا القول بتاعي فهنا منخش على الذين لا يفقهوا اللي هما الكفار ده يعني لما تيجي كده وتعرى القرآن على واحد لا يفقه ولا يؤمن به بيكون فيه حجاب بينك وبينه ربون صباحة تعالى يقول وذكرت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا في اذنهم وقرا واذا كانت ربك في القرآن وحده ولا على ادبار بنفور يشوف واذا كانت ربك وحده في القرآن وحده يعني ذكر الله لابد ان كنا في القرآن وفي القرآن وحده لان لا اله الا الله وحده لا حديث الا حديث الله في القرآن وحده لو انت طالما ان انت بتذكر ربك في القرآن وحده ما بتذكرش معه بشر وتذكر في القرآن واحد ومتذكرش احاديث هو لازم يرفضك ويذكر الله واحد يقولش مأذة قريبه لدينا يابونه بالاخر ويذكر لدينا من دولي اذا ومستبشرون اذا قلت لا لها الا الله اشهد ان لا لها الا الله ووقفت مش هيجبه لكن تذكر جنبه محمد يهلل اذا بتخطب وقلت قرآن ما قلتش احاديث هيزعله منك فده معناه ده بقى الذين لا يفقهون وده بقى يعني تكرر كثيرا نفس المعنى في سورة الاسراء ان هما استحالا ان هما يفقهوا القرآن يعني زخرة القرآن جعلنا بينك وبيننا الذين نمونا بحجابة حجاب مسهورة وجعلنا على قلوم اكنة ان يفقهوا يعني طالما ان هو كافر ففيك اكنة او حجاب تمنع ان هو يفقه ان هو يتدبر ان هو يفقه ونفس المعنى في سورة الكافرها 57 ومن اظلم من ذكره بايات ربي فاعرض عنها ونسى ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وفي اذنهم وقرا وان تدعوهم من الهدى فلن يحتدوا اذا ابدا ده الذين لا يفقهون وفي سورة الانعام الليها 25 ومنهم من استمعوا اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوا وان يروا كل ايات اللي يؤمنوا بها يعني اسمع اليك لكن ما بتسمعش لان في حجاب حاجز جوه ربنا حتى بيصفهم سورة الاحراف قل لك وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ببصلكم الشايف ليه لان النفس على حجاب تمنع من ان تتفقها في الكلام القرآني ربنا بيصف الكفر بقول لك من الذين الكفر بأنهم قوم لا يفقهون ده بصورة الانفال ده عن الكافرين برضو الصحابة المنافقين ربنا وصفهم بأنهم لا يفقهون يقول سبحانه وتعالى فرح المخلفون بمقادم كلاف رسول الله وكره ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون لو كانوا يفقهون وده الاية من 81 الاية 87 نفس الصورة ارادوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون يعني نفس الحكاية وفي سورة الفتح الاية 15 سيقول المخلفون من الاعراب اذا اطلقتم الا مغانمة لتأقذوها دورونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله يقول ان تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيكون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليل يعني يفقهوا حاجة صغيرة وفي سورة الحشر الاية 13 عن اهل الكتاب المعتدين ربونا يقول لانتم اشدوا رحمة في صدورهم من الله ذلك بانه قوم لا يفقهون وبرضع المنافقين ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهوا الاية 3 من المنافقون وفي نفس الصورة الاية 7 و 8 ربونا سبحانه وتعالى يقول هم الذين يقولون لا يتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولي الله خزائنه ولكن المنافقين لا يفقهون شوف الحاجة العقيبة هنا انهما عارفين هذا رسول الله يعني هم الذين يقلوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الضفي وايد ينفضوا ولله لا يزيعون ورкол teaspoon ولكن المنافقين لا افقهون لا التالي يقولون لان رجعنا ل المدينة اللي رجعنا الاعز منها الأذلة وربونا يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمن ولكن المنافقين لا يعلم يبقى لا يفقهون بمعنى لا يعلمون وربنا سبحانه وتعالى بيتحدث بها عن موقف بعض المنافقين في سورة التوبة وهم بيسمعوا بالقرآن وبتلصصوا يقول لك وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ده كله عن جماعة المنافقين بما فيهم يعني آهل الكتاب فيه برضو عن الصحابة بس صحابة المؤمنين بقى لما ضعاف الإيمان لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل الإذن بالقتال وكان في ناس مؤمنين بس مؤمنين بمعنى الأمن والأمان مش بمعنى الإيمان الكاملية ناس مسالمين يعني وما لهمش بالحرب فلما ربنا يعني آل كفوا أيديكم فكفوا أيديهم طبيعي وكانت في الوقت القراش كل الشيء بتعمل غارات على المدينة وبعد كده يعني أمر المؤمنون بالاستعداد القتال وعدا لما ستعتم القوى من رباط القيل ترهبون بعدو الله وعدوكم وبعدين بعد كده نزلهم الإذن بالقتال وإذا نزلين يقاتلون يعني يقع عليهم القتال بأنهم ظلموا فلما كتب القتال عليهم بقى الجماعة لهم مسالمين مشلوم في الكلام ده قالوا لي وبا يعني فربونا سواء تعالى يقول بقولهم أينما تكونوا درككم موت ولو كنتم في بروجة مشيلة وانتظوهم حسرة يقول هذه من عند الله انتظوهم سيئة سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها أولئي القوم لا يكادون يفقهون حديثا دي الآية 78 من سورة النساء يبقى احنا بكده بقى رفنا ان كلمة يتفقى ويفقى بمعنى يعرف ويتعرف ويعلم ودية حاجة فيما يخص الكتاب لكن بعد كده الجماعة أئمة السنة عملوا كلمة الفقه وجعلوها قاصرة على ما يخترعونه وعلى ما يفترونه من شريعة تخالف ما أنزل الله شكرا أحباتي وعليكم السلام